المجموعة الثالثة القربة في الآية الثالثة والعشرين بعد البسملة من سورة الشورى ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربة ومن يقترف حسنةً نزد له فيها حسنة إن الله غفور شكور مثلما مر علينا في الحلقة الماضية فإنني لا أقف طويلاً عند الآيات لأجل الانتفاع من الوقت المتاح في هذه الحلقة وإنما هو المعنى الإجمالي الذي تستطيعون أن تتحسسوه تستطيعون أن تستشعروه قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربة هؤلاء هم المجموعة الثالثة غير الصحابة وغير نساء النبي هؤلاء هم القربة الذين مودتهم الواجبة أجر الرسالة قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربة هؤلاء هموا هموا الذين جاء ذكرهم في الآية الحادية والستين بعد البسملة من سورة آل عمران إنها آية المباهلة وقصة المباهلة قصة طويلة إنها المباهلة مع نصارى نجران فمن حاجك فيه حاجك في عيسى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبي هؤلاء هم الذين باهل بهم رسول الله أبناءنا أبناءنا إنهم القربى حسن وحسين ونساءنا إنها فاطمة وأنفسنا إنه علي هؤلاء هؤلاء هموا هموا الذين تحدثت عنهم الآية الثالثة والعشرون بعد البسملة من سورة الشورى وجعلت مودتهم الواجبة أجرا لمحمد صلى الله عليه وآله إنه أجر الرسالة المحمدية هموا هموا مباهلة ومن الذي يباهل رسول الله فلا يُعقل أن يباهل بأشخاص لا تكون منزلتهم كمنزلته أولهم محمد أوسطهم محمد آخرهم محمد كلهم محمد هذا كلام أمير المؤمنين بغض النظر عن أحاديث الشيعة لكنني لا بد أن أشير إلى هذه المطالب لتوضيح مقصدي الآية واضحة هؤلاء هم الذين باهل النبي بهم فهل يقدم النبي وسيلة إلى الله هذه الوسيلة تكون ناقصة تكون مخرومة نصارى نجران لما عرفوا الأمر تراجعوا تراجعوا عن المباهلة وأقروا بالخضوع لسلطة رسول الله صلى الله عليه وآله حكاية نصارى نجران وحكاية مباهلتهم مع رسول الله في اللحظة الأخيرة انسحبوا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم حسنا وحسينا ونساءنا ونساءكم الزهراء البتول وأنفسنا وأنفسكم عليًا أمير المؤمنين هؤلاء هم القربة وهؤلاء هم أصحاب آية المباهلة الذين قدمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسيلة بين يديه لن نستطيع أن نتصور من أن رسول الله يقدم وسيلة ناقصة لابد أن تكون الوسيلة كاملة هذا يأخذنا إلى سورة الأحزاب وإلى الآية الثالثة والثلاثين بعد البسملة ما جاء فيها إنما وإنما للحصر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا السنة يقولون من أن نساء النبي داخلات في آية التطهير ومن أن نساء النبي داخلات في عنوان العترة هذا الكلام يقولونه هم أحرار فيما يقولون لكن الآية واضحة لماذا انتقلت من التأنيث إلى التذكير من دون مناسبة ترتبط بنساء النبي وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتين الزكاة وأطعنا الله ورسوله الكلام مؤنث والخطاب لنساء النبي لزوجات النبي وهنا تقف الآية وبحسب وبحسب قراءة السنة هنا تقف الآية وعلامة وقف توجد عند نهاية هذه الجملة وأطعنا الله ورسوله صحيح صحيح أن العلامة من علامات الوقف الجائز لكنه وقف ونحن لا نثق بقراءة السنة الآية دالة بنفسها على نفسها لا بد أن يكون هنا توقف لأن العبائرة التي قرأتها انتهت ودخلنا في فصل جديد من فصول الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرس أهل البيت ويطهركم تطهير لماذا انتقلنا إلى التذكير ثم لماذا تغير العنوان من بيوت كن إلى أهل البيت الخطاب واضح بخصوص نساء النبي وقرن في بيوت كن هذا في الآية الثالثة والثلاثين بعد البسملة من الأحزاب وفي التي بعدها واذكرن ما يتلى في بيوت كن من آيات الله والحكم حينما يعود الكلام يخاطب نساء النبي بنحو مباشر يكون الحديث عن جمع للبيوت وعن نسبة البيوت إليهن وهنا في الآية الثالثة والخمسين حينما كان الحديث عن نساء النبي يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي لأن الحديث في الآية عن نساء النبي وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن هذه طهارة تختلف عن معنى الطهارة في آية التطهير آية التطهير التطهير من الله أما التطهير هنا ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن هذا تطهير من قبل الصحابة لأنفسهم ومن قبل نساء النبي لأنفسهم فارق كبير وإنما كان التطهير من قبل الصحابة لأنفسهم ومن قبل نساء النبي لأنفسهم لأن الصحابة لم يطهروا من قبل الله وكذلك نساء النبي لم يطهرن من قبل الله سبحانه وتعالى التطهير من قبل الله خاص بالمجموعة التي عنونت بأهل البيت أنا لا أتحدث هنا باللسان الشيعي أنا أتحدث هنا بلسان الإنصاف وبلسان العربية الواضح وأنا أقول للذين يتابعون حديثي دقيق النظر في هذه الآيات إنكم ستدركون الحقيقة التي أتحدث عنها فحينما يكون الحديث عن نساء النبي يأتي الكلام عن بيوتهن وقرن في بيوتكن جمع منسوب إليهن وفي الآية الأخرى واذكرن ما يتلى في بيوتكن جمع مع نسبة إليهن والأمر هو هو في الآية الثالثة والخمسين بعد البسملة لا تدخلوا بيوت النبي هذه البيوت متعلقة بنساء النبي ولذا جاء الكلام في الآية وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن هذه طهارة اعتبارية الإنسان يسعى لتحصيلها وهي طهارة مؤقتة عارضة بينما آية التطهير تتحدث عن طهارة حقيقية وليست اعتبارية وتتحدث عن طهارة ثابتة وليست عارضة وطارئة وتتحدث عن طهارة من الله سبحانه وتعالى وليست من قبل الصحابي لنفسه أو من قبل زوجة النبي لنفسها إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا هذه الآيات تلتقي كلها في أفق واحد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة هذه مودة واجبة مودة عقائدية لا يمكن أن تتوجه إلى جهة ليست معصومة لأن غير المعصوم عنده ما عنده من الأشياء التي لا يجوز أن نحبها لأن غير المعصوم يمكن أن يترك المعروف ويمكن أن يفعل المنكر وحينئذ يجب علينا أن نأمره بالمعروف وأن ننهاه عن المنكر بأية درجة من الدرجات باليد باللسان أو على الأقل بالقلب فإن القلب سيكون متنفرا منه فكيف نأمر بالمودة الواجبة على طول الخط لهذه الجهة إلا أن تكون جهة معصومة هذا الكلام لا ينطبق على الصحابة ولا ينطبق على نساء النبي عائشة لما خرجت إلى البصرة حينما خرجت إلى البصرة ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله قد حذرها من ذلك وحذرها أن تنبحها كلاب الحوأب الحوأب منطقة من مناطق البصرة أليس أتباع عائشة يعتذرون عنها من أنها تابت بعد ذلك بعد أن رجعت إلى الحجاس من البصرة لماذا تابت ألم تكن قد خرجت على إمام زمانها ألم تكن سببا في قتل الآلاف من أبنائها إذا كانت من أمهات المؤمنين ألم 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 فهل عائشة في هذا الموقف كانت من أهل البيت هل كانت من العترة هل كانت من القربى القربى مودتهم واجبة فهل كانت مودة عائشة واجبة حينما كانت تواجه عليا في البصرة وبسبب برنامجها ومخططها تسفك الدماء فهل المودة واجبة علينا لعائشة وهي في هذا الموقف هل هذا كلام منطقي هل صفة التطهير في آية التطهير ثابتة لعائشة في هذا الموقف لا يستطيع عاقل أن يقول بهذا بعيدا عن التعصب نحن نتحدث بحديث الحقيقة والإنصاف فإذا ما خرجت عائشة في موقفها هذا من أهل البيت ومن القرب ومن العترة فهذا يعني أنها ليست منهم ومثل ومثلما ينطبق هذا الكلام على عائشة ينطبق على سائر نساء النبي لأن آية المودة تلزمنا بمودة واجبة على طول الخط المودة لا توجد مرحلة في حياتنا نستطيع أن نتأخر عنها الصلاة في بعض الموارد تسقط الصلاة حينما يكون الإنسان فاقدا للطهورين كيف يصلي إذا لم يكن الماء متوفرا ولم يكن التراب متوفرا كيف يصلي لأن بوابة الصلاة الطهور ولا صلاة إلا بطهور الصلاة تكون بحسب قدرة الإنسان إذا كان الإنسان ليس قادرا أن يقف وأن يركع وأن يسجد إنه إنه سيصلي بحسب ما يستطيع حينما تكون المرأة في فترة الحيط فليس هناك من صلاة لكن هل أن المرأة تستطيع أن تترك المودة في فترة الحيط هناك وهناك وهناك المودة لا مجال للتنازل عنها بينما كل تفاصيل الدين من العبادات والطقوس والمعاملات إلى سائر الشؤون الدينية هناك ظروف وملابسات تجعلنا إما أن لا نأتي بها وإما أن نأتي بها بنحو مقتصر بنحو ضعيف لا كحالتها الأصلية الأولى بسبب الظروف والملابسات أما المودة لا بد أن تبقى ثابتة ولا بد أن تتوهج ازديادا فلا يمكننا أن نقف المودة عن عائشة في البصرة وبعد ذلك نعيد المودة إليها حينما تتوب من فعلتها السيئة هذه نعاود المودة حينئذ هذا الكلام ليس منطقيا التطهير مستمر ثابت المودة مستمرة ثابتة وهذا تعانق واضح فيما بين المودة الواجبة الثابتة المستمرة وبين التطهير الثابت المستمر الذي لن قطع عليه وهذا الفهم هو أدنى مستويات الفهم لهذه الآيات نقرأ من كتب السنة من كتبه هذا هو صحيح البخاري وهذه الطبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان الطبعة الأولى 2004 ميلادي صحيح البخاري للبخاري المتوفى سنة 256 للهجرة نذهب إلى كتاب فضائل أصحاب النبي وإلى الباب التاسع باب مناقبي علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أول حديث في الباب يذكره البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ماذا قال له أنت مني وأنا منك هذا هو مضمون آية المباهلة وهذا هو مضمون آية المودة وهذا هو مضمون آية التطهير فطهارة علي من طهارة محمد وطهارة محمد من طهارة علي وقرب علي من محمد وقرب محمد من علي وعلي نفس نفس محمد ومحمد نفس علي وأنفسنا كما في آية المباهلة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنا أقرأ من صحيح البخاري أنا لا أقرأ من كتاب شيعي قال النبي لعلي أنت مني وأنا منك صفحة 655 كلام النبي الذي قرأته عليكم صفحة 654 أول كلمة بعد عنوان الباب إنه الباب التاسع صفحة 655 رقم الحديث 376 قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أما ترضى أن تكون مني بمنزلتي هارون من موسى لماذا قال النبي لأمير المؤمنين أما ترضى لأن أمير المؤمنين كان يحب أن يرافق رسول الله حينما تحرك باتجاه تبوك والنبي هو الذي طلب من أمير المؤمنين أن يبقى في المدينة فلذا قال له هذا الكلام أما ترضى أن تكون مني بمنزلتي هارون من موسى هذا هو علي الذي هو من محمد ومحمد منه أنت مني وأنا منك صفحة ستمية وستة وخمسين إنه الباب الثاني عشر باب مناقب قرابة رسول الله باب مناقب قرابة رسول الله أول كلمة في هذا الباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يصلون الصلاة البتراء إنني أقرأ على مسؤوليتهم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة فاطمة سيدة نساء أهل الجنة مثل ما هي سيدة نساء العالمين فهي سيدة نساء النبي هي سيدة على زوجات النبي لأن زوجات النبي من نساء الدنيا ومن كان منهن من نساء الجنة فاطمة سيدة نساء أهل الجنة فهي سيدتهن في الجنة وفي الدنيا فاطمة سيدة نساء أهل الجنة التي توصف بهذا الوصف وتوصف بوصف آخر الحديث ثلاثة آلاف سبعمية وأربعة عشر ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله بحسبهم صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني إنها بضعة إنها جزء لا يتجزأ من محمد من مركز العصمة والكمال والطهارة فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني وهذا تأكيد لعصمتها فمن أغضبها أغضبني هذا تأكيد لعصمتها فاطمة بضعة مني وهذا يكفي في إثبات عصمتها فهي جزء من محمد من مركز الطهارة والعصمة والكمال ولكن النبي فرع على كلمته هذه فقال فمن أغضبها أغضبني وهذا الحديث يتكرر في الباب الحادي والثلاثين الذي عنوانه باب مناقب فاطمة رضي الله عنها هكذا جاء في صحيح البخاري أنا لا أقرأ عليكم من كتاب من كتب الشيعة إنني أقرأ عليكم من البخاري هذه المضامين واضحة وصريحة جدا تأتي متعانقة مع مضامين آية المودة وآية المباهلة وآية التطهير وهذا صحيح مسلم إنني أقرأ عليكم من أوثق كتب القوم صحيح مسلم الطبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان وهذه الطبعة الأولى 2004 ميلادي صاحب الكتاب الذي ينسب إليه إنه الإمام أبو حسين مسلم متوفى سنة 261 للهجرة صفحة 908 كتاب فضائل الصحابة الباب الرابع باب من فضائل علي بن أبي طالب رقم الحديث 6243 بسنده بسند مسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي يعني عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي الكلام هو هو نحن نتحدث عن نبي هنا إنه هارون فهارون كان نبيا وفي الوقت نفسه كان وصيا كان وصيا لموسى وإذا ما ذهبنا إلى صفحة 922 إلى الباب الخامس عشر باب فضائل فاطمة بنت النبي الحديث 6336 بسنده بسند مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها ألا تلحظون أن صحاح القوم تتحدث عن المضامين نفسها إنها كلمات نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وماذا نقرأ أيضا في صفحة 909 من الباب الرابع إنه الباب المختص بفضائل علي بن أبي طالب رقم الحديث 6251 أذهب إلى موطن الحاجة من الحديث طويل الحديث مروي عن زيد بن أرقم هكذا يحدثنا زيد بن أرقم بحسب صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حجته الأخيرة في حجة الوداع وهو يخطب في المسلمين وأنا وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي هذا حديث زيد بن أرقم بحسب رواية مسلم وفي صفحة تسعمية وخمسطعش إنه الباب التاسع باب فضائل أهل بيت النبي رقم الحديث ستالاف وميتين وثمانية وثمانية الحديث عن عائشة خرج النبي صلى الله عليه وسلم غدا في يوم من الأيام خرج النبي صلى الله عليه وسلم غدا عند أول النهار وعليه مرط مرحل إنها عباءة المرط المرحل نوع لباس وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن ابن علي فأدخله أدخله تحت عباءته تحت هذه العباء ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا هل تريدون شيئا أوضح من هذا هؤلاء هم أهل البيت أقول لكل سني منصف عد إلى قلبك ووجدانك بعيدا عن المعلومات الجاهزة حينما يكون هذا العنوان في ذهنك أهل البيت إنك لا تتصور في اللحظة الأولى نساء النبي لكن إذا قيل حسين مباشرة ينصرف ذهنك إلى أنه من أهل البيت إذا قيل علي ينصرف ذهنك مباشرة إلى أهل البيت ولكن إذا ما ذكرت نساء النبي فلابد أن تقوم بعملية تعمل وتذكر من أنك سني ومن أن السنة يقولون من أن نساء النبي داخلات في آية التطهير من أن نساء النبي جزء من هذا العنوان من عنوان أهل البيت هذه القضية تحتاج إلى شيء من التعمل بسبب الانتساب إلى هذا المذهب أو ذاك أما حينما يكون الكلام عن حسن عن حسين عن فاطمة ليس هناك من تعمل لأن السنة يعلمون وبنحو قطعي هؤلاء هم أهل البيت وهذه الأحاديث في أهم صحاحهم التي تنقل الحديث عائشة قالت عائشة خرج النبي غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود كساء عباء غطاء فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله لماذا لم يدخل عائشة بعد أن أدخل علي ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الحقيقة واضحة واضحة جدا هل يقف الأمر عند هذا أبدا قرأت ما قرأت عليكم من الصحيحين من صحيح البخاري ومن صحيح مسلم البخاري توفي سنة 256 للهجرة ومسلم توفي سنة 261 للهجرة وهذان الصحيحان هما أهم الكتب الحديثية عند السنة المستدرك على الصحيحين للحاكم النيشابوري المتوفى سنة 405 للهجرة والحاكم النيشابوري إنما قيل له الحاكم لأن درجة الحاكم أعلى درجات العلم والتخصص بالحديث عنده عند السنة عند أهل الحديث الحاكم ما كان حاكما يحكم على بلد من البلدان إنه حاكم في أجواء الحديث في أجواء الأحاديث هذا هو الحاكم النيشابوري الحاكم درجة علمية هي أعلى درجات العلم بالحديث بسنة النبي بحسب ما هم يعتقدون قلت هو متوفى سنة 405 للهجرة المستدرك على الصحيحين الحاكم النيشابوري وجد أن هناك كثيرا من الأحاديث تنطبق عليها شرائط البخاري وشرائط مسلم إلا أن البخاري لم يثبتها في صحيحه وكذلك مسلم لم يثبتها في صحيحه عن غفلة عن تعمد نحن لا نناقش هذا الموضوع البرنامج ليس مختصا في التوغل في هذه المطالب البخاري عنده شرائط كي يثبت الحديث في صحيحه وكذلك مسلم هناك الكثير من الأحاديث تنطبق عليها شرائط البخاري لم يثبتها البخاري في صحيحه وكذلك الأمر هو وهو مع مسلم جاء الحاكم النيشابوري فجمع هذه الأحاديث ووضعها في كتاب أسماه المستدرك على الصحيحين على صحيح البخاري وصحيح مسلم هذه الطبعة التي بين يدي هي طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان وهذا هو الجزء الثالث صفحة مية وستين رقم الحديث أربعة سبعمية سبعمية وإهدى عش بسنده بسند الحاكم النيشابوري عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي وإنهما لن يتفرق حتى يرد علي الحوط ثم علق الحاكم النيشابوري هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين البخاري ومسلم ولم يخرج أعيد قراءة الحديث إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي وإنهما لن يتفرق حتى يرد علي الحوط الحديث واضح في عصمتهم لأن كتاب الله معصوم لأن كتاب الله معصوم والنبي يقول وإنهما لن يتفرق فليس هناك من مساحة تكون عند أهل البيت ليست معصومة القرآن القرآن معصوم وليس هناك من مجال لأن تخرم عصمته عصمته ثابتة أهل البيت حينما حينما امتزجوا والتزموا مع كتاب الله وليس هناك من تفرق بين الاثنين هذا دليل على عصمتهم إذن الكلام عن العترة وعن أهل البيت كلام عن معصومين فعائشة حينما كانت في البصرة هل كانت ملتصقة بكتاب الله في الأخبار التي عندنا الشيخ المفيد يذكر هذا في كتابه الجمل وقعة الجمل من أن عائشة أخذت كفا من الحصباء مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله في بدر فأخذ كفا من الحصباء ورمى بها قريش وقال شاهت الوجوه والقرآن في سورة الأنفال يتحدث عن هذه الواقعة وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى في الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة وما رميت إذ رميت يا رسول الله ولكن الله رمى عائشة أخذت كفا من الحصباء ورمت به باتجاه أمير المؤمنين وجيشه تريد أن تخدع الذين معهم وقالت شاهت الوجوه ماذا قال لها علي صلوات الله عليه بعد أن التقى بها بعد الواقعة قال لها يا عائشة وما رميت إذ رميت ولكن الشيطان رمى يا عائشة وما رميت إذ رميت ولكن الشيطان رمى فهل عائشة هنا في هذا الموقف وبسببها سفكت الدماء والدماء هل كانت ممازجة لكتاب الله حتى تعد من أهل البيت حتى تعد من العترة الطاهرة هل يقول منصف بهذا إنني أقرأ عليكم من المستدرك على الصحيحي هذه الأحاديث بنفس مستوى أحاديث الصحيحي صحيح أن علماء السنة يحاولون أن يغض النظر عما جاء في مستدرك الحاكم لأنهم لا يريدون أن يقبل الأحاديث التي تثبت أن الحق مع علي وآل علي وهناك من السنة من يتهم الحاكم النيشابوري بالتشيع ولم يكن الحاكم النيشابوري شيعيا أفد لكن الرجل جمع الأحاديث التي تتوفر فيها شرائط البخاري ومسلم في كتاب واحد هو هذا إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي وإنهما لن يتفرق حتى يرد علي الحوض هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرج في كتابيهما لكن في الآخر هو حديث صحيح هذه كتب القوم وهذه الأحاديث صحيحة صحيحة هل يقف الأمر عند هذا الحد أبدا هذا الكتاب كتاب معاصر ومن الكتب المعاصرة الشهيرة سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها لمن لمحمد ناصر الدين الألباني عالم متخصص في هذا المجال معاصر من زماننا توفي سنة ألف أربعمية وعشرين للهجرة في سنوات قريبة من أيامنا هذه سلسلة الأحاديث الصحيحة وقد دقق كثيرا في هذا الكتاب بحسب ما هم يعتقدون هذا هو المجلد الرابع طبعة مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض السعودية صفحة ثلاثمية وخمسة وخمسين الألباني في كتابه هذا وهو كتاب كبير ذكر الأحاديث الصحيحة فقط بحسب قواعد علم الرجال وقواعد علم الحديث عندهم عند السنة فهذا الكتاب كما هو عنوانه سلسلة الأحاديث الصحيحة هذا الكتاب يشتمل على الأحاديث الصحيحة فقط صفحة ثلاثمية أو خمسة وخمسين رقم الحديث ألف وسبعمية أو واحد وستين عن رسول الله صلى الله عليه وآله يَا أَيُّهَا أَيُّهَا النَّاسِ لقد ضلوا الحديث واضح صحيح أنه أن الألباني يقول من أن نساء النبي داخلات في حديث العترة هذا شأنه يريد أن يدخل نساء النبي يريد أن يدخل الجنية الأزرق هذا أمر راجع إليه لكن الحقيقة واضحة يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي قد تَرَكْتُ فِيكُمْ ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترة أهل بيتي هذه الأحاديث الصحيحة برغم آناف علماء السنة هذه كتبه إنني ما قرأت من كتاب يشتمل على الأحاديث الضعيفة لقد قرأت من البخاري ومن مسلم ومن مستدرك الحاكم ومن سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني هل تريدون وثائق أقوى من هذه الوثائق نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر